خلال الشهر الماضي عقد مؤتمر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعنوان التعليم الإلكتروني لدعم التعليم في مصر ومن خلال المؤتمر ده تم عرض العديد من المشكلات الخاصة بالتعليم ايه هو التعليم الإلكتروني وازاي نقدر نستفيد بيه وازاي نقدر نطور مدرسنا الحكومية علشان نبتدي نستخدم التعليم الإلكتروني دي كلها أسئلة هنتكلم عليها من خلال فقرتنا النهاردة هيكون معي يمنورني في الستوديو أستاذة جيهان السيد وهي أستاذ التعليم الإلكتروني بالمراكز الاستكشافية صباح الخير يا فندي صباح الخير صباح الخير يعني ايه تعليم الإلكتروني لما اجي أتكلم في الأول وافهم يعني أنا بالنسبة لي لما بسمع كلمة تعليم الإلكتروني على طول بيجي في دماغي بقى اه كمبيوتر ويبقى كله طالب اه كمبيوتر ويبقى الانترنت في المدارس والواي فاي فيبتدي ايه يبقى فيه يتواصل ما بيننا وما بين المدرس نبعث الواجبات على الإيميل والامتحانات تبقى من خلال الانترنت هل الكلام ده حقيقي ولا تعليم الإلكتروني حاجة تانية هو أنت قلت تقريبا المجمل بتاع تعليم الإلكتروني تعليم الإلكتروني يعني لما عرفوه جابوا تعريفات كتيرة جدا جدا أبسطها أننا هستخدم التكنولوجيا الموجودة الإنترنت والكمبيوتر في أننا أقدر أتواصل مع الطالب ومع المدرس وفي خطة عامة لازم تتحط علشان المنظومة كلها تبقى موجودة في حالة اتصال مستمر ونقدر أننا نستفيد من التكنولوجيا الموجودة مبقاش بس أننا فورفان بس أو كده للتعليم ممتع يعني التعليم ما يبقاش تقليدي معتمد على مدرس وبس لا هو ممكن الطالب نفسه يستخدم تعليم الإلكتروني يعلم نفسه مدام عنده كمبيوتر في البيت مدام عنده خط انترنت زي ما حضرتك بتقولي فبيقدر أننا يقدر يستعمل الموضوع ده في التعليم وخاصة بقى في ناس تعليمها مثلا ما قدرتش أنها تكمل فيه المدرسة مش قادرة تنزلها أو الجامعة نتيجة لزروف عامل اللي هو زي التعليم المنزلي آه زي التعليم المنزلي فأنا هقدر أننا أدخل على الويب سايت وأبدر أنه أشترك وأدفع مثلا رسوم معينة بحيث أن الموقع ده أنا موجود فيه وأبدأ أني أتعامل معي طيب الكلام ده حلو أوي بيطبق طبعا في بلاد كتير أوي برا ولكن ده بيستوجب علينا أنهنا لازم نعمل تطوير في المناهج الدراسية عندنا علشان تتوافق مع الطريقة دي يعني مثلا إحنا عارفين أنه أغلب المناهج إحنا لسه نتعامل بالكتب برا بيتعاملوا بسيديهات بيبقى المنهج كله على سيديه وبيبقى فيه كده زي سلايتس أو زي لوحات كده بتطلع عليها المعلومات وبيبقى فيه إنتر أكتوف ديكيشن أو اللي هو التعليم التفاعلي إحنا هنعمل ده إزاي وإحنا أصلا مناهج بتاعتنا لسه قديمة هو الحقيقة في بعض المناهج زي العلوم مثلا العلوم فيها كونسبت سابتة فلو أنا أخدت الكنسبت سابتة دي وقدرت أن أنا أعمل لها ميديولات جاهزة في أماكن معينة مثلا عندي زي المراكز الاستكشافية أو أي حاجة خاصة بالجزئية بتاع التعليم الإلكتروني إحنا عندنا في المركز جزء خاص بالمعامل الإفتراضي ببقى التجربة موجودة مثلا أنا دلوقتي عندي في المدارس إيه مشكلتي في الجزء العلمي وخاصة الجزء اللي هم تخصين فيه إننا التجربة بتبقى موجودة عند الولد المفروض يخش فيها المعمل أعداد كبيرة جدا مش هو قدر أدخل كل الولاد دي لو دخلوا ممكن يبقى فيه خطورة استخدام بعض المواد لولد ممكن يحصل كارثة ممكن لا أنا مفهمتش من أول مرة فأنا محتاج أكرارها تاني كمان الأولاد عندنا بقوا يحبوا اللعب على الكمبيوتر طول الوقت هو عايز بقى موجود على الكمبيوتر ويلعب بالنسبة له المدرس بقى حاجة مملة هو قاعد في فصله أصلا حاسس بالملل وبالتالي هو التعليم الإلكتروني هيبدأ إنه هو يوفر له نوع من الإحساس بالمتعة يبدأ يعمل التجربة بيده ويجربها ما فيش خطورة عليه هو هيجرب التجربة ويعرف بتشتغل إزاي ويخرج منها بالمفهوم اللي المفروض إن هو يعرفه بدون بقى حفظ بدون ما يبقى المدرس يقعد يخليه صم المنهج اللي موجود ما هو المشكلة كمان يا أستاذة جيانا إنه مش 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 بس الحفظ إن إحنا نحفظ في المنهج ولكن أيضا طريق التفكير المدرس إن هو المدرس في مصر عايز أنا سألت السؤالي بقى تجاوب الإجابة اللي أنا متوقعها هل التفكير ممكن يتغير إنه المدرس ممكن يدعي إن الإجابة مش الإجابة اللي هو متوقعه ولكن المعلومة يتأكد إن المعلومة وصلت للطالب فبالتالي يديله الدرجة هل ده ممكن يتغير ولا؟ طبعا هيتغير لو إحنا فعلا موضوع التعليم الإلكتروني دخل هيبقى الاختبارات كلها على الكمبيوتر وبالتالي هيبقى فيه سيستم محدود إن الأفشن الموجودة الإحتمالات الموجودة للإجابة واحد اتنين ثلاثة أسبت هتبقى فيه اختيارات في الإجابات فالبرمارجة نفسها توفر الجزئية اللي حضرت يتكلمي فيها وبالتالي هيبقى خلاص الإحتمالات الوردة إن الولد هيبقى ميجاوب كذا أو كذا أو كذا ده كلها الإجابات الصحيحة خلاص هيبقى إحنا يعني الجانب البشري هيبقى قلي شوية هو بقى موجود في استخدام التكنولوجي طبعا أنا عايزة أتكلم بقى محضرتك شوية على موضوع الفيرتشوال لاب أو المعامل الإسترادية المفروض إن هي إيه بالزبط وبتحقق لي الطالب قد إيه يعني بتحقق له إيه لو هو بيعمل استنتاجات أو بيعمل عمليات أو كذا هو أنا الأول خالص هتكلم عن إن إحنا عندنا مشكلة المشكلة دي إن الولاد في عزوف من الطلبة عن الجانب العلم معظم الولاد دي هو سنوية عامة يقولوا لأ أنا عايزة أخش أدبي عشان المجموع والعدد اللي ملتحقين بالجانب العلمي تقريبا ألي ليه بقى؟ ما يدي مشكلة أخرى لازم بتادي نتغير فيها إنه ما تبقى الجامعات بعد كده لها امتحانات منفصلة يعني نخفص من كبوس السنوية العامة تريد نعمل إن انتحانات منفصلة عشان الناس يبتدوا يلتحقوا بالجماعات اللي هم عايزينها فإحنا ما عمل يعني عملي يعني حاجة أنا هعملها بإيضاية وببساطة طيب أما يجي أنا ليه الولاد بتهرب من الساينز كلها لأنه بتلاقي إن الموضوع أصلا العلم دون علم مجرد يعني هو مش لمسه بإيده ولا مسكه فبالتالي مش قادر يستوعبه يعني فيه لازم إن أنا أبقى حاسس بالحاجة وعندي الإمكانيات في المعامل ضعيفة أنا كل يوم والتاني أمحتاج مواد تبقى جاية الأعداد كبيرة بأخذ الولاد عندي في المعامل بتبقى لأ طبعا أنا أخذ الحصة فين فين موجودة ها قنقلهم من مكان ل مكان فالموضوع بيبقى فيه لوت برضو على المعلم على فكرة يعني الموضوع في الجزء العلمي ده فالولاد خلاص بقى ماشي بتحب ده طب إحنا هنتقدم إزاي إذا كان الجانب العلمي عندنا فيه مشكلة يعني إحنا لازم يبقى الجزء ده إنه يبقى فيه سابورتين بي لازم يبقى فيه سابورتين طيب الحقيقة المعامل الفتوذائي وفارت لحاجة بقى نقول إيه نقول إيه إن فيه متعة للتعلم سي مثلا أنا هدرس تجربة عن الإنصهار هبص ألاقي إن أنا جبت عندنا في المراكز موفرين تجارب بيخش على الولد على الكمبيوتر وبيلاقي فيه جزء شرح للتجربة وجزء للأدوات اللي هو مستخدمة والخطوات اللي هيشتغل عليها فبيجرب من باب اللعب هنقول إنه هو يخش يعني من باب إن أنا عايزة ألعب هجرب فبيقص يلاقي فيه نتيجة النتيجة طالما شافها وجربها بإيده تفضل راصخة في ذهنه وبالتالي هيلاقي فيه نوع من الاستمتاع بالمعلومة وأنه قدر يعرفه فأنا قادرت أول حاجة على المشكلة بتاعة الوزوف عن الجانب العلمي دي حاجة الحاجة التانية بقى فيه المعلومة ثابتة وراصخة عنده في ذهنه لأنه شافها هو بيعملها بإيديه فشاف النتيجة قدامه كمان فيه حاجة نفرد أنا ما بفهمش من أول مرة فبقش محرج من قدام زميلي أيوة التكرار يعلم شطاء فأنا هفضل أيوة هكرر وهكرر وهكرر يعني الموضوع متاح وبعدين بدون إخضار للماتيريا اللي موجودة مثلا في المعامل أو بدون الأدوات المستخدمة ما تستهلك فبالتالي هنلاقي إن أنا قدرت أساهم فيه جزء اقتصادي فيه هو البداية بتاعته بس هي اللي محتاجة شوية نقول عليها مصاريف إن التولز الموجودة الكمبيوترز الواصلات بتاعته الجزء ده كله محتاج في الأول ميزانية بس فيما بعد هو موفر لأننا ناخد كابي من الشئ هل وزارة التعليم بتطرح مثلا كمبيوترز أو حاجات زي كده مثلا بنظام تقسيط لأننا مثلا عارفين إن كندا بتعمل كده لطلابها إنه مثلا أي حد يقدر يشتري كمبيوتر الجامعة بتتجيله فلوس وبالتالي وبعد كده بيقصت للجامعة هل عندنا كده؟ هو الوزارة في الحقيقة عاملة موضوع التابلت طبعا الموضوع ده معروف في بعض مدارس وفعلا يعني كجانب تجريبي عشان يشوفوا الولاد هيقدروا أن هم يستفيدوا إيه ده كابيسك أساسيا أن الولد يقدر يجيد استخدام التابلت ويقدر أنه يقدر بعد كده أدي له بقى الأجزاء اللي هو عاوزها دي كلها في التابلت طبعا بياخدو الولد معاه المدرسة وبعد كده فيما بعد بيسلمه بس في الوقت ده لو هو مش قادر يشتريه لأ ممكن ياخدو لو كان من ضمن المشروع المدارس اللي داخله في المشروع أو في انتقل الفكرة لكن الوزارة طبعا مهتمة جدا جدا بالموضوع ده لأن ما فيش حد أصلا يقدر أنه هو يبتعد عن التكنولوجي العالم كله بيتجه للتجاه ده لدرجة أنه ما دلوقتي يبقاش فيه جودة بقى فيه جودة للتعليم الإلكتروني يعني بقى فيه مقاييس أن أنا بشتغل عليها مش أن أنا مجرد أن أحطي التجربة كده بشكل معين لا لازم لها أبعاد وليها مقاييس خاصة علشان أقدر أحكم عن التعليم دوت جيد ولا مش جيد طيب خلينا عايزة أرجع تهيني لفكرة المعامل الإفتراضية أو الـ داعي سايع الطلاب الهندسة والفيزياء أه طبعا أكيد هيساعدهم كتير جدا لما بيجي بعض الدوار الإلكترونية أو بعض التجارب الفيزيائية بيحتاج فيها وصلات وبيبقى بماشي بستبس معينة لو فيه غلطة مثلا مش هتبقى يعني مش موجودة يعني الدائرة مش هتبدأ أنها تشتغل خلاص هيبدأ التجربة تبقى فشلية معنى كده إيه أن أنا عملت حاجة غلط صح تمام كده لو أنا بقى عايز أعمل فكرة أو أعمل حاجة نظرية مثلا معينة الفيرش واللاب دون بيوفر لي الأدوات اللي أنا بدل ما أستخدمها بإيضايا لا أنا تبقى موجودة في البيت بدل ما أنا محتاج أبقى موت في الكلية الحاجات دي كلها تبقى تبقى موجودة عندنا في المعملية أسعار يعني مش قليلة عشان أعمل مثلا ريبوت أو أعمل حاجة طبعا أنا لازم أفهمي الدائرة بتاعته ماشية إزاي الدنيا ماشية إزاي فلازم جزء الإلكترونيكس ده بيوفروا الفيرش واللاب بطريقة هيلة بطريقة لطيفة جدا يعني أنا خدت بعض التجارب على فكرة عندي في المركز ووريتها الأولادي في أولى ابتداء كان يعني مهتم جدا ويسألني طب ده إيه وفي حاجات أستنتجها لوحده مع أنها كانت مستوى سنو يعني الليفل ده كان مستوى سنو فمعنى كده إيه معنى كده أنها بسيطة والولاد بتبقى حباها وأنها فعلا هتجيب تارجة هيل جدا إن شاء الله خاصة أنه بفكرة العلوم بالنسبة للأطفال بتبقى مادة مملأة جدا بتبقى مادة فيها حفظ وفيها فاهم وفيها تفاصيل لكن الطريقة دي أعتقد أنها ممكن تحبب كل المراحل العمرية صح؟ صحيح لأن هي أصلا أعرف هي مشابهة كده للجيمز اللي الولاد بتلعبها يعني بيبدأ يحط حاجة على حاجة يجربها فما نفعتش لأ جرب حاجة تانية فالفرش هو ألا بنفس الحكاية نفس الحكاية لين معامل افتراضي وبعدين هي فعلا الحقيقة يعني فيما بعدها توفر ميزانية هيلة جدا من اللي إحنا نصرفها كل سنة في الوزارة المدارس والمواد الخامل الموجودة في مدارس ومدارس لأ فإحنا لو وفرنا ده وخدنا نسخ كبس بس منها تبقى أسعارها بسيطة برنامج المعامل الافتراضية ده ممول من الاتحاد الأوروبي مظبوط؟ بالنسبة لنا إحنا في الوزارة في جزء فعلا مول وإحنا بالنسبة للمركز الزملاء بيعملوه من فترة يعني من الأجهزة والبرامج اللي موجودة في المركز هل بيبقى في التعاون يعني شكل التعاون بيبقى عامل زي هل بيبقى عطولكم ناس مثلا بتورركم لطريقة بتبتعمل زي بروتوكولات بتبقى موقعة ما بين الوزارة وبين الاتحاد الأوروبي أو غيره من الهيئات طبعا الدعمة للتعليم بيبقى لها بروتوكولات خاصة بيها يعني علشان تبقى فيه فكرة التعليم الإلكتروني منتشرة في المدارس على مستوى الجمهورية المدارس الحكومية تفتكر دي خطة بتاخد كم سنة؟ هو الحقيقة هي تاخد على حسب المدارس والتجهيزات بتاعته لكن محتاجة جهود كثيرة يعني محتاجة تيم وورك من ناس إديوكيشن يعني ناس تربوية ناس علمية عشان تتحضر الماتيريال وتحضل زي ما حدثك بتقول إيه الجزئة التغيير في المنهج طريقة العرض تكون مختلفة محتاجة مهندسين علشان ومهم برمجين يعني محتاجة تيم كامل ياخد وقت لكن الحقيقة في الجزئية دي من خلال بعض القراءات أنا لقيت أن بعض الدول خدت خطوة ناحة التعليم الإلكتروني عملت حاجة لطيفة جدا جابت زي ما تقول كده تيمبلت أو في بعض الحاجات فور فري موجودة على النت خاصة بالكونسبت حاجة علمية يعني أنا هتكلم مثلا عن الإنسهار دي معلومة عامة يعني حاجة ثابتة في العلوم طيب أنا بقى لا أنا هجيب مبرمجين وهجيب أجهزة وهجيب وهجيب طيب ما هي ممكن أننا أخذها فور فري وأعتبر دي القاعدة الأساسية كل الدول العربية اللي انطلقت انطلقت من القاعدة أساسية أنها أخذت البرامج اللي هي الموجودة دي فور فري وبعد كده بتبدأ خاصة أننا دول على الدهو في ظروف انتقالية خطوة خطوة يعني نجمع ده ونبدأ أننا نعمل بيه كونسبت أن نبدأ نتضرب وفي نفس الزات نفس الوقت يعني أننا نبدأ نكون بنضرب فريق على البرمجة ونحن نطلق نحية نحن نعمل البرمجيات دي زي الهند وزي بعض الدول يعني إحنا أكيدا نمت أكيدا نحن نقدر نعمل إن شاء الله أستاذة جيهين سيد أستاذ التعليم الإلكتروني نورتيني النهار هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنرجع لكم مع سيادة اللواء أستاذ محمد نجيب مساعدة وزير الداخلية الأسبق والفقراتية تبقى مع كريمة هنتكلم عن الوضع الأمني دلوقتي وحيال سيناء استنونا بعد الفاصل